عايزين نقولكم أن أغاني الصيف السنة دي عامل حالة كبيرة جدا من السعادة عند الجمهور سواء في الشارع أو على السوشيال ميديا أو حتى في مهرجان العالمين أحمد سعد كالعادة متربع تماما على عرش الصدر أحمد سعد بعد ما طرح مجموعة كبيرة من الأغاني كان من آخرة أغنية اختياراتي مضمرة حياتي والدوتو اللي عملوا مع الفنانة روبي مكسر الدنيا حرفيا زي ما بيقولوا صحيح مصطفى يمكن الحيات كمان أنت عايزين دست قوي على خطيراتي من دور حياتي يعني على أي حال دلوقتي بقيت يمكن أغاني الصيف بقالية موسم زي كده ما كنا بنستنى أفلام الصيف أو أفلام العيد بقى الصيف نفسه موسم مستنين أغاني الصيف والحيات يمكن ده مش الموسم الأول مش الموسم الصيف الأول اللي بينزل فيه أغاني بتسمى بأغاني الصيف بقالنا كم موسم كده فيه أغاني صيف السنة دي تحديدا بقى زي ما كان بيتكلم مصطفى على النجم أحمد سعد كمان محمد حمائي خرج شوية بر جلده واسمانة أغنية جديدة لي اسمها لمنعناع شارموفرز كمان بأغنية طب طبلي في فيلم مرعي البريم ومحمد هنيدي طبعا أغاني تانية كتير جدا هنتكلم عنها دلوقتي ما أضفنا في الستوديو النقد الموسيقي محمد شميس صباح الفل يا جماعة صباح فلو مصطفى أهلا بك يا محمد منورنا وربما خليني أبدأ معاك من الصيف السنة دي يعني هو مختلف عن كل صيف أكيد بتكتب أنك كل صيف في الباب بتاعك فروزا اليوسف ومتابع أن أغاني الصيف ربما تختلف السنة دي مختلف إزاي عن السنوات السابقة أحمد سعدة عامل إيه محمد حمائي عامل إيه يعني يقولينا بشكل عام تقييمك يعني للصيف ده والله الصيف ده فيه محاولات كتيرة جدا لأن الفنانين يحاولوا يعملوا أعمال تكون يعني خارج شوية المدرسة بتاعتهم لو نحن نتكلم عن حمائي لو نتكلم عن عمر دياب حمزة نامرة برضو يعني بيحاولوا يقدموا مجموعة من الأغاني تكون مختلفة عن اللي كانوا قدموهم قبل كده وده طبعا على الآن شأن الجمهور إحنا عندنا زي ما يقول كده حالة متشبع نوعا ما من الأغاني فنحاول نعمل تجديد حتى تلاقي ده واضح في اختيار أسماء الأغاني حتى كنت من شوية بتتكلم عن قبنية اختياراتي مضمرة حياتي يعني الاسم نفسه يعني ينفع كما أقول لأغاني تكتب كده على المقربصات أو على الستاتيوس مثلا على الفيسبوك أو الحاجة دي كنت موجودة على فكرة يعني كانت موجودة الجملة دي ما هتمنتخيناش أنه ممكن تتألف أغانية تتحول أغانية وكسرت الدنيا وكسرت الدنيا طبعا لأنها بتمس حاجة دلوقتي فيه فشل كبير جدا في العلاقات سواء بقى العاطفية أو الصداقة وواضح أنا بلاحظ ده من التعليقات يعني على الفيسبوك وأحيانا حاجات أنا كمان بيعيشها فهي فعلا أغنية لازم تمس أي واحد فينا أكيد عنده كل واحد من هنا أو حتى مش عطيفي يعني أكيد كل واحد عندنا فيه اختيار تدمر له جزء من حياته المسمى الجديد كمان اللي بقى توكسك يعني في مدهم برا عن الحالة دي بشكلها بالزبط وحمائي برضو عمل أغنية اسمها لمونة يعني اسم برضو مختلف يعني لايق برضو مع الصيف وفي لمحة الأغنية كمان فيها لمحة شعبية كأننا مثلا بنتكلم على واحد في الصيف بيروق دماغه وبيشرب حجر فيشها الاسم ده اسم دارج يعني شعبي مع الشباب آه بالزبط يمكن كمان حماية صحاح لي برضو يعني أنت طبعا قدرة أهل الخبرة في الموضوع ده بس أعتقد أن حماية في الأغنية دي ممكن غنى كمان مقامات أو في طريقة غنى مختلفة هو بيقدم نفسه بطريقة مختلفة تماما بلمحة شعبية صحيح يعني محمد حماية دايما كان من المدرسة اللي نقدر نقول عليها منتداد لعمر دياب اللي هو بصلته شوية نوعا ما غربي لكن دلوقتي هو بيقدم لها نفسه مع فلبين واحمد طرق إيحيا بشكل شعبي تماما كأنه مغني من مغنيين الشعبين ودي برضو حاجة تحساب له أنه هو حاول يجرب ونكحت طبعا نكحت بستقبلتها منه ورجع بقى تاني المدرسة وفي الأغنية الأخيرة اللي هي حبيت المقابلة يعني نزلت بعديها على طول مع تامر حسين وعزيز الشافي المدرسة برضو اللي كان وطومة اللي كان شغال معاهم يعني قبل كده بس لمونة عناها تعتبر خارجة شوية عن المدرسة بتاعت حماقي كان مقدم لها نفسه فيها بلامحة شعبية بيغني بالإفهات بيغني عن رغم أن كلام الأغنية نوعا ما حزين لكن اللحن بتاعها والتوزيع راكس نوعا ما فدي برضو من السمات الأغنية الشعبية يعني اللي هي ممكن نرقص على أحزن يعني بالكلمات وبالألحان استعانت الهضبة بأبياد من الشهر الأندلسي اختلاف المرة دي بغناءه بطريقة مختلفة فيها لغة عربية فيها حنين لأبياد تاريخية نجحت من وجهة نظرك ولا لأ؟ يعني أنا خلينا أقول أنا محبش يعني مش عايز أقيم الأشياء لكن خلينا نقول هل هي لولو ضمن منهج ولا مش ضمن منهج هي لونه ومش لونه يعني هي لون عمر دياب كمزيكة صح عمر دياب في آخر سنتين في الأغاني اللي هي اللي نقدر لونه عليها الأغاني الإلكترونية الراقصة اللي ما بتبقاش في الغالب فيها التوزيع الموسيقى قايم على آلات حية بعينها يعني لها واخد الشكل الغربي بتبقى الموسيقى بتاعتها أطول من حوالي ست أو سبع دقايق ده في آخر سنتين عندنا ده في إتقل وعندنا في الميجا ميكس اللي هو كان عامله وعندنا في الأغنية اللي عملها مع ابنه عبد الله وفي الأغنية الأخيرة اللي هي والله أبدا فالأربع أغاني دول نفس المدرسة وفيهم الجرعة الموسيقية زيادة شوية أكتر من نسبة الكلام والأغنية الأغاني دي مدتها طويلة فهو ده من حيث المزيقى ما نهج عمر دي لأنه بيختلف مع كذا موازم من حيث الكلمات لأ ده ما نهج بقى إيه عزيز الشفع عزيز في المجتمعات دايما اللي بيبقى فيها غياب للمدرسة يعني مش عارفين الموضة إيه أو الناس مش متفقعة على شكل غنائي معين فإما بيبقى في حاجتين إما ممكن نرجع للجزور بتاعتنا ونحاول نعمل أعادة إحياء بشكل عصري أو ممكن نعمل نجيب ثقافات موسيقية مختلفة نمزوجها مع الحاجات بتاعتنا فنعمل شكل جديد ده لما بيحصل في غياب المدرسة عزيز من الناس اللي هم رجعوا للقديم وبيحاول يعملوا شكل جديد بشكل عصري عمل ده معروبي في نمت ننا دي شبه الأغاني اللي كنت نقدر نقول عليها الزمان اللي هي أغاني الهنك والرنك زي سيد الرجوش كان بيلحم منها يعني مجموعة من الأغاني الأغاني اللي فيها الفرفراشة زي أمو كلسوم لما كتعملها الخلاعة والدلاعة مذهبة من زمان وحاجات بالشكل ده اللي هي يعني خروج على الناس آه فيها مش خروج بس فيها إحاقات شوية وده مش عيب وأنا مش ضده خلص بالعكس لازم أفهيه تنوع في الونا وعمل التقطيق شبه حاجة شبه التقطيق في تعالى دلعك مع بهاق سلطان وجاب لنا بيات شعر بقالها مثلاً الف سنة بالزبط كده وقدمها لعمر دياب وهو ده لون عمر دياب ما هو ده اللي بلاسألة عليه ما هو لونه في المزيكة بس كويس إن عمر يعمل حاجة زي كده وصوصاً إحنا لو اليومين اللي فاتوا كان فيها أزمة وخناقة على فكرة إعادة أحياء التراث والكلام ده فعمر دياب قال لنا يعني بالطريقة أو بالتجربة إن الموضوع مش إن أنا أقدم التراث زي ما هو وإن أنا ممكن أخد منه وحاول أقدمه بشكل عصري بالشكل اللي الشباب بيحبوه بالمزيكة اللي هم مثلاً ممكن يرقصوا عليها بشكل غربي شوية وأعمل المزج ما بين ده وده فطلع حاجة جديدة ومختلفة فهي تستحق الإشادة لمجرد لها المحاولة في حاجة لها منهج أعتقد حماي برضو من فترة كان استعان بحاجة لسلاح جهيني مزبوط؟ آه كان قونية عجبي كان عملها مع تومة برضو صحيح ونكحت جداً بالمناسبة كان حاجة محاولة لطيفة منه وإحنا دايماً كويس إن إحنا من وقت للتاني بقى عندنا فنانين بيحاولوا يرجعوا برضو للجزور بتاعتنا بالشكل العصري طبعاً عشان الناس تتقبلها أكيد بالضبط إن الجيل الجديد يعني إحنا خلينا بالتجربة محركات البحث كلها والمواقع الإخبارية هتمت جداً تتكلم عن ابن زيدون وتتكلم عنه منجزه الشعري والثقافي والأدبي فده كان مهم إن الجيل الجديد يبقى عارفه توجه كده جديد إنه أغاني الإعلانات بقت أغاني يعني الإعلانات ببقتش مجرد إعلان بيعدي وخلاص صحيح بقت أغاني بتبقى موجودة وبتشتغل في الأماكن والناس بتسمعها وإنت بتسمعها في العربية شايف إيه رأيك في التوجه ده وليه شكين لو هو لازم يكون بيعبر عن المنتج نوعاً ما يعني دي تبقى حاجة صعبة إن المبدع يحاول يعمل منتج غناء وفي نفس الوقت بيعبر عن المنتج اللي هو اللي عايزين يبعوه فده بيبقى لطيف جداً لأنه لو نجح بيخلي الناس ترتبط بشكل لا إراضي مع العمل لو بيرتبط بقى معهم بذكريات ويشتغلت بقى في أفراح أو في تجمعات مثلاً أو مسافرين أو حاجة زي كده أو في العربية فده بيبقى لطيف لكن بقى الأزمة أحياناً إحنا الصنوع بينسوا هما بيعلموا أصلاً عن أي فبتبقى أحياناً الأغاني تبقى جميلة جداً بس إحنا هم عارفين إيه علاقتها بالمنتج ونفضل نرددها من غير مغلقة آه إحنا هم عارفين أحياناً حاجة لقى بالمكارونة وأغنيها جميلة شوفيني مكارونة جماعة في الموضوع إحنا إحنا هم عارفين إيه لازميتها يعني آه بالزبط فكرة الدويتو لازم تبقى متوازنة ناس كتير أو انتخدت روبي مع أحمد سعد ظهر الفرق الكبير جداً ما بين طبقات الصوتين ما بين النجمة أحمد سعد ما بين النجمة روبي فيه غنائهم لأغنية يا لالي اللي اتعاملت فيه فيلم بيت الروبي تعليقك ايه؟ أنا ببصد أنا من خلال ما ذكرت في الأغاني المشتركة الأغاني المشتركة لازم يبقى لها سمات واضحة كده لازم يكون حوار غنائي ما بين اتنين حضرتك مثلا وأستاذ زمانا لازم يكون بينكم حوار متبادل تناغم ما ينفعش الاتنين يقولوا نفس الحاجة لا يعني مثلا عندنا المثال الأوضح والأصح حاجة غريبة شادية أو حليم حافظ هو بيغني لحن غير لها بتغنيه هو بيقول كلام غير لها بتقوله هي بتغني بضمير غير لها بيغني عمر دي عبل ما قال مع أكتر من المغنية من خارج مصر ما كنت بيتغني بلغة أو حكيم لو تفتك أو حكيم برضو حكيم برضو عمل حاجة مع أوليجا برضو فنانا من أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية فكان يعني هي بتغني بثقافة وبلحن غير اللي هو بيغنيه فكان فيه ثقافات مختلفة أو حتي لو اللي اثنين من نفس البيئة أنا لوني بيتسمع هناك وهي لونها بيتسمع هنا وناعملوا من أنواع دمج الثقافة بالضبط أو حتي لو اللي اثنين من نفس البيئة لازم يبقى فيه اللي اثنين بغنهم زي ما قلت حpause كدة عب حاليم CHADYA بغنهم لو أنا شلت عب حاليم الأغنية الأغنية ببوز لكن إذا شلت أرود من أغنية ببوز أو لو شلت أحمد سعد مش ببوز تعرف وجلت أغنية وتغنيها 생각을 لначب أولها الاخيرها من غير مجودة الأغنية التأسرة تقيمة إيه سترولي جنب ست أحمد سعدة لما تحطوا طبقة زي دي زي طبقة زي دي صنع الأغنية ما خدش بالهم من القصة ما ظلمش حد دي الموضوع تجاري أكتر منه يعني فني ومشان بجمع اتنين محبوبين جمهريا وبغض نزع التقييم يعني الحاجة دي يعني في الأول آخر أزواء والتنين بيغنوا صح يعني فيش حد فيهم بينشز يعني بس أحمد سعد انت شايف كده خلال لا أنا بحب أحمد سعد لا بس يعني خانوا لي أغنية لايت خفيفة من أهم الأصوات طبق بس أنا يعني بقاش مهتمة أو بفكرة يعني مش عايز أحكم على حد فهم قصدي بس أنا بشرح المنهج المفروض يبقى أشتغل عليه إيه أحمد سعد لما عمل الديو مع أو الأغنية مشتركة مع دابل زوكش وعنبة اللي اشتغلت في مون نايت كت عظيمة جدا لأن كل واحد فيهم بيغني جمال لحنية غير التاني وكل واحد فيهم عنده شخصية لو شلت أحمد سعد لأغنية بوز لو شلت عينة بقى لأغنية بوز لو شلت دابل زوكش لأغنية بوز وحتى الناس لما سمعوا بره ما كنوش مثلا فاهمين الكلام بس كان عجبهم أن فيه كذا صوت وكذا ثقافة موسيقية موجودة يعني فيه حد بيغني وفيه حد بيراب وحد فيه الحتة اللي هي الشعب يشبه المهرجانات فكان فيه تلات أشكال مختلفة مدرست عدوية مع M.T.M الحاجات دي بتبقى لطيفة جدا والمسجد ده هو مدرست الحاجات دي أي الحاجات دي تبقى جميلة جدا لكن اتنين بيغنوا نفس الأغنية أو مثلا عمري دياب ومحمونين في الكاهرة لا دفل ده رامي عيلا شو عدوية لا فيه أمثلة كتير قوي يعني فيه أمثلة كتير جدا طيب شرموفرز شرموفرز برضو يعني عارف بيغيبوا وتلاقيهم تراه بكام أغنية كده فجأة الناس كلها بتسمعهم وبنتشوفهم كعطورة مواقع التواصل الاجتماعي رأيك إيه في طاب طابلي يعني هي من ضمن الأغاني اللي هي ده مدرسة بتاعتهم هم ليهم لون محدش يعرف تاني يغني وأعتقد أن الأغنية دي من الأغنية ممكن تكون هي هتعيش أكتر من الفيلم ذات نفسه يعني زي الأغنية بتاعت سطلانة وزي الغسالة بتاعت وجز عشط يعني من نوعات الأغنية أهيانا بيبقى فيه فعلا أغاني بتعيش أكتر من أعملية الناس بتبقاش عارفة أصلاً إيه العمل اللي طلعت منه الأغنية دي بسهوليس دي احنا بستانيه الفيلم هو نازل وشوفت مراجعات عليه يعني يعني خلينا الكلام في الأغاني هو أعطاك برضو الأغنية دي هتعيش أكتر من الفيلم هي مش مرتبطة قوي بأحداث معينة وتبقى معمولة غرض الدعاية للعمل وأن الناس تبقى تعرف يعني أن فيه عمل من خلال الأغنية يعني فيش حاجة اسمها الأغاني الدارك اسمه وحش قوي اسمه صعب قوي غمقه كده اه صح بيغنيها أمير عيد بالزبط مسلسل ريفو بيقولوا أنه هو كسر الدنيا هو عمل أغنية فيها اسمها طاير رأيك ايه في صوته في أداءه في بقاء الأغنية على السوشيال ميديا تأثر الشباب بيه وليه دارك يعني هو يعني سبحان الله أمير يعني هو تقريبا أكتر واحد بيقدر يغني الأغاني الغمقه دي بالعمق بتاعه ده وبينجح بيها نجاح يعني كبير جدا رغم أن أنا شفته مثلا من حوالي شهر كده بصدفة وكان مع زوجته وكان باين جدا أنه هو مبسوط وسعيده وحياته مختلفة تماما عن اللي بنسمعه في الأغاني بتاعته اللي هي الغمقه دي بس هو الميزة بقاء في أمير إيه لو أحنا نتكلم حياتك تتسألني من شوية على المنهج فإحنا قدام آه منهج عندنا فريق متخصص في تقديم أغاني للموسيقى الروك ما بيخرجش تقريبا برها كيروكي بشكل عام أصلا مختلفين وفعلا حالة لوحدهم بالضبط وأمير أكتر حاجة بقى بيتميزه في الموضوع ده أنه حتى لو بيتكلم في أغاني ليه حالة خاصة الخاص بتاعه برضو بيشتبك مع الناس يعتبر أغاني تمشي مع الناس كلها طبعا يعني شيء ساعدنا عندنا زخم كده موسيقي مختلف وأغاني تبقى لطيفة مرتبطة بفصل الصيف تروح على الناس شوية فشكرك شكرا جزيلا طبعا النقد الموسيقي محمد جنيس نورتنا في صباح الخير شكرا